لصب حاكم إقليم البطحة جان بيرنارد باداري أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة باستدباب الأمن واسترداد أموال الدولة المناسبة جرد بحضور المسؤولين الإدارين والعسكرين محمد عثمان بشير محاربة كافة الأفعال والحركات الغير قانونية وكذا الجماعات الإرهابية وقطاع الطرق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بإقليم البطحة وكذا العمل على مراقبة حماية الدولة من المال العام تلك هي الأهداف التي وضعها حاكم إقليم البطحة جان بيرنارد باداري نصب عيونه ضمن أولوياته الأساسية في المنطقة وقام على إثرها حاكم الإقليم بتشكيل لجنة مشتركة مهمتها لإشراف على تحقيق تلك الأهداف وتتكون هذه اللجنة من مختلف قوات الأمن والدرك وأناصر من قيادات الأمن السري يعملون تحت إشراف تام وكام لحاكم الإقليم جان بيرنارد باداري حاكم الإقليم وخلال المناسبة الخاصة بتنصيبهم رسميا شدد على ضرورة أن تباشر هذه اللجنة أعملها بكل شفافية ومسئولية وطالبهم بضرورة العمل من أجل تقدم المنطقة وإطاع أولوية لمصلحة المواطن قبل كل شيء عدد أعضاء هذه اللجنة تسعة عضوا يعملون تحت رئيسه مشرفي وهو حاكم إقليم البطهاء